من جانبه دعى وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا اليوم إلى عزل روسيا بالكامل بما في ذلك فرض حظر على مبيعات النفط الخام الروسي من جانب آخر قال متحدث باسم وزارة الخارجية في لاغفيا إن السفارة الأوكرانية في موسكو تنقل موظفيها إلى بلاده وكتب كوليبا على موقعه بتويتر بأنه يطالب العالم بعزل روسيا بالكامل وترضي صفرائها وحظر نفطها وتدمير اقتصادها